الكون كله كان يحتاج إلى رسول الله في هذه الفترة عامل زي الإنسان كده وماشي وأصابه عطش وأشرف على الموت ثم أراد الله أن يبل ريقه فوجد ماءً زلالاً فشرب فنسي التعب هو ده الكون مع سيدنا النبي حرب لأدفه الأسباب تستمر أربعين عاماً حروب بين العرب هذا يغير على هذا وهذا يقتل في هذا نساء تسبى وشباب يقتلون وثأر ودماء عرب كان فيه نوع من الهمجية وإن كان العرب في هذا الوقت كان عندهم نوع من الأنفة والحمية والكرم وصيانة العرض ده كله على فكرة كان موجود إذن جاء النبي لم يأتي في بيئة العرض عندها مش لا ده جاء في بيئة العرض له وزن والكلمة لها وزن عند العرب ولكن الحمية هذه وظفت في غير مكانها بمعنى؟ بمعنى أن الحمية كانت حمية للقبيلة حمية للنفس حمية لفلان وفلان حتى قال قائلهم وإن جاهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين حتى اللي هجهل علينا هنجهل عليهم هي الجاهلية في الفترة دي كان يقصد بها إيه مولان؟ إيه الفترة التي قبل الإسلام مش معنى أنه ما كانش فيه ثقافة لا فيه ثقافات بس يبدو أن نسمعها الفترة التي كانت قبل الإسلام كأن الناس كانت فيه جاهلية أي فيه بعد عن الدين الصحيح وإن كان هناك بعض الأفراد كانوا يتدينون بدين إبراهيم ومنهم من كان على المسيحية ومنهم من كان على اليهودية الصحيحة وهكذا إذن الكون كان يحتاج إلى من يضبط له ميزانه يضبط الميزان الكون دا عايز يضبط عايز حد بقى يزين هذا الكون ويخرجه مما هو فيه يختم على هذا الكون بخاتم النور سيك سيدنا نبي وصف نفسه وصف جميل قوي قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله أو فحسنه وجمله إلا موضع لبنى طوبة مكان كده سابه في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به الناس بتطوف لينظروا إلى جمال هذا المبنى فقالوا ما أجمله لو لا هذه اللبنة يا سلام لو اللبنة دي تضحط الطوبة دي تكمل المكان وتزين المكان ليه الحتة دي قال فأنا موضع لبنى شوف التشبيه الرائع على سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم على هي الصلاة والسلام لذلك ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الله إذن هو الخاتم والخاتم دايما هو الذي يجمله الشيء هاتي كده ورقة وحق روحي بها مصلحة مثلا الحكومية ولا حاجة ورقة ما عليهاش أي أختم ولا أي حاجة وتقضي بها وصلا تقول ما عايز أخذ عليها ختمة عشان أنا أوصك الكلام ده روح حط نجر الختم مجرد ما حط الختم تشوف حسي تحسي جمال الورقة والورقة بقى لها إيمة بقى لها إيمة هو ده لذلك الخاتم اسمه خاتم ليه هو يزينه أشيء ويعطيه الثقة ويعطيه الثقل فكان رسول الله هو الخاتم أو هو الختم أو هو الخاتم خاتم وخاتم لاتنين بالفتح والكسر خاتم النبيين وخاتم النبيين يعني احنا كنا محتاجين لوجود سبن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد لابد زي ما قلت لحدك واحد كده الكون كله عطشان ما فيش ميزان للكون هماجية في الكون كله بيغير على بعضين حروب تقعد عشان ناقة مش عارف واحد عقر ناقة ومش أربعين سنة تظل الحروب وتظل العدوات يوم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلف الله به القلوب وألف بين قلوبهم لو أنفقت شوف كرامة سيد النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم شوف حتى القلوب بدأ الله يغيرها من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يغير الكون ليستعد لميلاد رسول الله الكون كله بدأ يتغير بدأ كده تحس فيه فرح إيه اللي حصل وفيه حصل إيه أولا اليهود كانت ترى وصف رسول الله في التوراة كانوا شايفين وصفه نعم وصفه في التوراة كان شو بيقول سيدنا عبدالله بن عمر بن عاص يقول رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة سيدنا عمر بن عاص ببعض صفته في القرآن شوف صفته في التوراة واليهود كانت بتقرأ ده وإيه اللي خلوهم ما يتبعوش هذا كبر النفوس الكبر اللي في النفوس يجعل الإنسان يطرق الحق ويتابع الباطل